شهر القرآن يريد الله منك فيه أن تكون من الملائكة الذين يمشون على الأرض الذين يعيشون بروح الإنسان ولكن بعقل وفكر الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رمضان نهضة وتجديد رمضان ضيف عزيز لا يعرف قيمته وقدره إلا أصحاب الهمم الذين ينهضون بحالهم ومقالهم وأعمالهم رمضان قد جئت تطرق بابنا وتريد منا أن نكون رجالا وتريد منا أن نكون عزة نأبى الهوان ونرفض الإذلال رمضان شهر النهضة شهر الفتوحات شهر بدر وفتح مكة وحطين وغيرها من الفتوحات العظيمة في تاريخ الأمة رمضان ليس شهر النوم والكسل إنه شهر النهضة شهر التأليف والعلم والعبادة والطاعة وقراءة القرآن العشرات من العلماء ألفوا وختموا تآلفهم في رمضان رمضان شهر نهضة هذه النهضة تبدأ من النفس تبدأ بالنفس ومع النفس ثم إلى عموم الأمة لتكون هذه السنة وهذا العام شهر نهضة الله عز وجل أراد منك أيها المسلم أن لا تعيش لنفسك أن تعيش لهم من أكبر وغاية أسمى يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأموالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة توكشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا هذه الآية تقول لك وبصراحة لا يريد الله منك أن تعيش لنفسك وإنما أن تعيش لدينك ونهضة أمتك أن تعيش لإعلاء كلمة الله أن يكون همك أرقى وأسمى وأعلى وأغلى من الطعام والشراب والمتعة والمال والتجارة أن لا تكون عيشتك وحياتك لنفسك لأنك ستكون مجهولا حالك حال كثير من الناس عاشوا لنفسهم وماتوا ولم يعرفهم أحد يريد الله منك أن تكون حياتك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين بهذه الهمة وهذه الفكرة يريد الله منك أن تستشعر حال أمتك في رمضان وأن تجدد إيمانك في رمضان أن تبدأ بنفسك توبة ومأوبة وقربا من الله سبحانه وتعالى ليكون رمضان منيرا مثمرا متغيرا جديدا ننتقل فيه من العادة إلى العبادة إلى تذوق معاني هذه الطاعة رمضان ليس شهر لترك الطعام والشراب فحسب إنه شهر لتربية النفس والانطلاق إلى نهضة الأمة التي تبدأ بتربية النفس وإلجامها عن شهواتها وطبائعها وكل ما يقربها من الأرض لترتقي في ملكوت السماوات والأرض لترتقي نحو العرش لتعرج بروحك مع السفرة الكرام البررة شهر القرآن يريد الله منك فيه أن تكون من الملائكة الذين يمشون على الأرض الذين يعيشون بروح الإنسان ولكن بعقل وفكر الرحمن أن تكون قريبا ربانيا قريبا من الله قريبا من ملائكته قريبا مما يحبه لا أن نعيش للطعام والشراب والتجارة والمتعة فحسب نعم لا رهبانية في الإسلام لا نريد منك أن تقاطع هذه ولكن هذه اجعلها أدوات لإرضاء الرب سبحانه وتعالى فاليقظة والهمة تقتضي منك أيها المسلم أن يكون همك وغايتك عالية سامية وهي نهضة أمتك التي تبدأ بك وبأسرتك فاجعل هذا الشهر شهر نهضة ويقظة وتجديد لتستيقظ أمتك ولتوقظ الإيمان في قلبك وتحيي بهذه الهمة أمة نائمة فكن أنت لها لأن الأمة تنتظركم يا شبابها